صحيح أحمد يعني اليوم هو السادس عشر من شهر أيار مايو الفين واربعة وعشرين سيسجل كتاريخ أول هجوم جوي لبناني الشيء على كيان الاحتلال منذ اختراعه اليوم كشف حزب الله عن سلاحه النوعي الجديد وهي طائرات مسيرة هجومية ومسلحة بصاروخين انقضت على الهدف في الوقت نفسه إذن بات لدى لبنان طيرانه الطائرات التي تستطيع أن تستهدف الهدف ومن ثم تنقض عليه بحسب بيان حزب الله فإن المقاومة شنت من بعد ظهر اليوم هجوما على قاعدة على موقع الامطلة وحاميته وآليته بمسيرة هجومية مسلحة بصواريخ اس خمسة عدد اثنين وعند وصولها إلى النقطة المحددة لها أطلقت صواريخها على إحدى آلياته والعناصر المجتمع حولها وأوقعتهم بين قتيل وجريح ومن ثم أكملت هدفها أو أكملت انقضاضها على الهدف المحدد لها وأصبته بشكل دقيق إذن نحن أمام عملية نوعية جديدة كشف قامت بها المقاومة اليوم نحن أمام ضربة جوية بالطائرات هي أول غارة عربية على كيان الاحتلال منذ نحو عام 73 نتحدث عن حرب 73 وهي غارة أول غارة لبنانية يشنها أو يقوم بها لبنان وتقوم بها المقاومة في لبنان باتجاه كيان الاحتلال المقاومة ولأول مرة تكشف عن هذا النوع من الأسلحة هذا النوع من المسيرات إذن نحن بيتنا أمام مرحلة جديدة من التصعيد نحن أمام مرحلة جديدة أكثر دقة في هذه المرحلة تحذر المقاومة بشكل أكبر الاحتلال من أي اعتداءات على لبنان هذه العملية ستؤثر بشكل كبير على كيان الاحتلال وقد رصدنا إذا صح القول يعني أحمد الحالة الجنية التي تصرف بها الاحتلال عقب قيام المقاومة بهذه العملية وقد شهدنا النيران مباشرة طيلة اليوم على شاشة الميادين وهي تنبعث من مستوطنة المطل النيران كانت تقريبا مندلعة لنحو ساعة من بعدها قام الاحتلال بقصف مدفعي استهدف فيه العديس قرب المطل أيضا سهل الخيام وبادي على صفير قرب الخيام إضافة إلى محيط بلدة كفرشوبة إضافة إلى غارة جوية إسرائيلية استهدفت مرتفعات قليم التفاح إذن أحمد نحن أمام مسيرة وصلت إلى هدفها أطلقت صواريخ يعني هي يجري التحكم بها وليست عمياء هي مسيرة استطاعت بداية نتحدث عن أنها انطلقت ومن ثم سارت ومن ثم أطلقت صواريخ ومن ثم انقضت على الهدف يعني هي عملية كاملة متكاملة لم يستطع الاحتلال بكل أجهزته وأجهزة المراكبة وأجهزة التجسس وبكل ما يملكه من معدات وطيران حربي لم يستطع إنزال هذه الطائرات بل وصلت هذه الطائرة عفوا إلى هدفها وأطلقت صواريخها على آلية الاحتلال وأوقعت الجنود بين قتيل وجريح ومن ثم انقضت على الهدف وأصبته بشكل مباشر إذن هذه العملية هي غالبا المقصود منها إنزال أكبر خسائر ممكنة بالاحتلال وهو ما شهدناه وشهدناه ورصدناه أيضا بحسب تفاعل الاحتلال بشكل مباشر عقب قيام المقاومة بعمليتها هذه وأيضا بحسب تفاعل الاحتلال مع العملية بالنسبة إلى الغارات التي قام بها ولاحقا أيضا قام بغارات استهدفت عيتا وميس الجبل إضافة إلى حولة بحسب الإعلام الإسرائيلي اعترف حتى الآن بإصابة ثلاثة جنود بجروح جراء انفجار طائرة مسيرة بالقرب من المطلة أنقل عن الإعلام الإسرائيلي بحسب تعبيرهم أيضا يقول الإعلام الإسرائيلي أن حالة أحد هؤلاء الجنود خطيرة جدا أيضا الإعلام الإسرائيلي تحدث عن حدوث أو حصول عملية أو استهداف في منطقة مفتلق قلعة كريات شمونة وإجلاء ثلاثة أشخاص مصابين جراء هذه العملية أيضا انطلقت نيران مباشرة استهدفت ميرون صباحا وإضافة إلى موقع السماقة خلفي إضافة إلى منذ قليل أعلنت المقاومة عن قيامها بعملية استهدفت من خلالها التجهيزات التجسسية الفنية في موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة وإصابته بشكل مباشر إذن هي سبع عمليات حتى الآن أعلنت عنها المقاومة الإسلامية في لبنان نصة لفلسطين ولغزة وردا على الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان أهم هذه العمليات كانت العملية النوعية الجديدة في مستوطنة الأمطلة أو في موقع الأمطلة والتي استخدمت فيها المقاومة سلاحا نوعيا جديدا تستخدمه لأول مرة منذ بدء طوفان الأقصى منذ بدء عملية أو جبهة الإسناد جنوب لبنان قامت بغارة جوية لبنانية على كيان الاحتلال هذه الغارة هي بالتأكيد أول غارة في التاريخ أو في تاريخ لبنان تجاه كيان الاحتلال وأول غارة منذ نشأة الاحتلال أول غارة لبنانية على الاحتلال وهي الأولى منذ حرب عامي 73